بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام ونستكمل على بركة الله تبارك وتعالى رياض الصالحين سائلا ربي عز وجل أن يجعلنا من الصالحين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين كنا قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى في باب الجهاد إلى حديث سامورة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلان دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها قال يعني الرجلان قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله في باب تحريم الكذب هذا الحديث المبارك فيه أن منزلة الشهداء في الجنة هي أحسن المنازل وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الله أكبر يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة رواه البخاري كان قوله هذا قبل تحريم النوح لأن تحريمه كان بعد غزوة أحد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جئ بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به يعني مثل بجزده فوضع بين يدي يعني وضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي يقول جابر فذهبت أكشف عن وجهه فنهان قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها الله أكبر حديث متفق عليه فيه تظليل الملائكة تشريف له لهذا المجاهد في سبيل الله الذي نال الشهاد وفي رواية للبخاري يعني ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه حديث رواه مسلم عشان كده بنقول يا جماعة دايما الإنسان يعني ينوي نوايا طيب أنت بهذه النية تبلغ الدرجات العلا من الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ذلك يعني كما قال العلماء النيات تجارة العلماء الإنسان بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بهذه النية وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب أهم شيء يكون هو صادق من قلبه في طلب هذه الشهادة هذا الحديث رواه مسلم يبقى إذن في هذين الحديثين أن من نوى شيئا من أعمال البر صادقا من قلبي أثيب عليه وإن لم يتفك له ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة شفت كده لما الحشرة أو الحاجة يعني بتقرسك هكذا يجد الشهيد سبحان الله جل وعلا قوله صلى الله عليه وسلم من مس القرصة يعني قرصة يعني نحو النملة أو من كل مؤلم ألما خفيفا سريع الانقضاء سبحان الله جل وعلا فهذا الذي يشعر به الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى عندما ينال الشهادة وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العفية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم حديث متفق عليه قول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العفية قال ابن بطال حكمة النهي أنه لا يعلم ما يقول إليه الأمر هو نظير سؤال العفية من الفتن قال الحافظ بن حجر وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء ووصية المقاتلين بما فيه يعني صلاح أمرهم ومراعة نشاط النفوس لفعل الطاعة والحث على سلوك الأداب وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النذاء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا يعني عندما يشتد الكتال ويلتحم الجيش المسلم مع الجيش الآخر روه أبو داود بإسناد صحيح قاله صلى الله عليه وسلم حين يعني يلحم بعضهم بعضا يعني يتكاربون ورؤية بالجيم أي كأن يعني كلا يلجم صاحبه بالسلاح وعن أنس رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزى قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل روه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن في هذا الحديث الخروج من حول العبد وقوته والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم هذا هو دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث روه أبو داود بإسناد صحيح في تحصن بالله تعالى والتجاء إليه فيما ينزل بالإنسان وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيل معكود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه سميت خيلا لاختيالها وعن عروة الباركي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معكود في نواصيها الخير إلى يوم القيام الأجر والمغنم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من احتبس فارسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شابعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة من ثاني الحديث قال صلى الله عليه وسلم من احتبس فارسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شابعه يعني الأكل اللي هو بيأكله له يعني وريه اللي هو المية اللي بيسأهاله وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة في الحديث فضل النفق على الخيل المحتبسة في سبيل الله وفيه أن النية يترتب عليها الأجر وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة الله أكبر روه مسلم هذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبا وعن أبي حماد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمر ويقال أبو الأسود ويقال أبو عابس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبري يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه روه مسلم فيه الندب إلى الرمي والتمر عليه الإنسان يتمر للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وكذلك عن عقبة بن عامر أنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منه أو فقد عصى رواه مسلم هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه يفضل كده يتذكر هذا الشيء حتى لا ينسي وفي حديث أبي هريرة مرفوعا من علم الرمي ونسيه فهي نعمة جحدها وقال صلى الله عليه وسلم أو كذلك عن عقبة بن عامر يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرين الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرام به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحبوا إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها أو قال إيسا صلى الله عليه وسلم يعني كفرها هذا شك من روي الحديث هذا الحديث كذلك رويه أبو ذوود وفي هذا الحديث في فضلة الرمي وأنه من الله المستحب وآخر الحديث ليس من الله ثلاثة تأديب الرجل لفرس وملاعبته أهله ورميه بكوسه ونبله أي ليس ذلك من الله المكروم وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتصلون فقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا روه البخاري في الحث على الرمي والاكتداء بالأباء في الأفعال المحمودة وعن عمر بن عبسه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رامى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة روه أبو ذوود والترمذي وقال حديث حسن صحية وعن أبي يحياء ابن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف الله أكبر وروا أحمد وغيره عن أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسابعمائة ضعف ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو أعاد مريضا أو أماط أذى عن الطريق فيحسن بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتله الله في جسده فهو له حطة يعني يحط من الخطايا وقال صلى الله عليه وسلم من حيث أبي سعيد ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة متفق عليه الخريف هنا العام والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه الصوم عن الجهاد وعن أبي أمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض الله أكبر وفي الحديث كذلك عن أبي هرير رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق حس معي اللي أنت بتخاف من الجهات يعني بعض الناس وصل بالخوف لدرجة أنه خايف يقول اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل خايف من الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى من تالي الحديث من مات ولم يغزو يعني لم يجاه ولم يحدث نفسه بغزو يعني مدعاش ربنا يا رب ارزقني يعني أن أكون من المجاهدين في سبيلك مات على شعبة من النفاق فقال الإمام الكرطبي في هذا الحديث أن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له العزم على فعله إذا تمكن منه ليكون بدلا عن فعله فأما إذا خل عنه ظاهرا وباطنا فذلك شأن المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينوي خصوصا الجهاد الذي أعز الله به الإسلام وأظهر به الدين وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجالا مسرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم والعوذ وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس وراه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه يبقى برضو الحديث ده بيبين لك إن الإنسان بالنيته يبلغ الكثير والكثير من الأجر والثواب بفضل الله تبارك وتعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم يعني بيقاتل عشان يعني يأخذ من الغنيمة وما شبه ذلك الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر عشان الناس تتكلم عليه ويقوله فلان يعني شجاع والرجل يقاتل ليرى مكان عشان يبقى له مكان كده في المجتمع بتاعه وفي رواية يقاتل شجاع ويقاتل حمية وفي رواية ويقاتل يعني غضبا يعني غضبا لنفسي فمن في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله الله أكبر وده بيبين لنا برضو كذلك إخلاص العمل لله تبارك وتعالى الحاصل أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء طلب المغنم أو إظهار الشجاعة أو الرياء أو الحمية أو الغضب وكل منهما يتناول المتح والذم فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنف وفي الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة وفي ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطع وفي أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء كلمة الله أو إعلاء دين الله سبحانه جل وعلا نقف إلى هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد في نفس الموعد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة كما أمن به ولم نرى اللهم أمين رب العالمين هذا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته